إذاعة أم راديو تقدم فقرة من الأبراج إعداد وتقديم باتريسيا انفوض مرحبا، يوم جديد وفقرة جديدة من الأبراج مخبتنا أخبار ونصائح ومعلومات من تباعة سوى عبر إذاعة أم راديو على 105.5 FM مثل العادة البداية مع برج الحمل الناري حيث تخوض مناقشة تخص أسرتك أو شركك وعليك أن تتوقع نقاش حات ومن هنا ينصحك الفلك اليوم أن الآراء المطروحة فكرية أكثر من كونها جدلية وعليك أن تسترخي وتتعلم من هذا النقاش الدائر مهنياً تسعى هذا اليوم للخروج من حالة الفوضى والضياع والتوتر وتصحيح مصار الجو العام لا تخفئ كل الكواكب إلى جانبك عاطفياً تركز جهودك على تصحيح الأخطاء التي ارتكبتها بحق الشريك وتساعدك بذلك الحظوظ صحياً برج الحمل تكون قادراً على تحمل ألم الجسدي لكن في نهاية المطاف يجب استشارة الطبيب ننتقل إلى برج الثور الترابي حيث تحضر اجتماعاً يخص تغيير ما في المستقبل القريب كل مستمع أكثر من أن تتحدث اليوم فالأمور تبدو مزعجة في البداية ولكن هناك تغييرات إيجابية في النهاية مهنياً لا تهتم بتصرفات الآخرين فكثيرون منهم يعتمدون أسلوباً خاصاً لدفعك إلى اتخاذ قرارات عشوائية عاطفياً عليك أن تترك المجال للشريك للتعبير عن رأيه فقد تكون صيحته مهمة وفي مكانها صحيح صحياً برج الثور عليك عدم تجاهل ارتفاع ضغط الدم إذا رافقته اضطرابات قلبية أو تمدد في الأوردة وعن برج الجوزة الهوائي حيث تبدو الأمور اليوم محبطة بعد الشيء ولكن اليوم عليك أن تثابر فمهما بدأت الأحلام بعيدة ومستحيلة فاستمرارك في الساعة يجعلك تصل إلى ما أردت مهنياً تعيش يوماً مميزاً على مختلف المستويات فتشعر بحماسة كبيرة ونشاط ودعم إن كل المعطيات المتوفرة ممتازة عاطفياً يزيد هذا اليوم من بريقك إذ أن أورانوس يشكل مثلثاً جميلاً مع كوكب مارس ويولد جواً رومانسياً صحيح برج الجوزة تقوم بتمرين رياضية بين وقت وآخر إلا أن ذلك لا يكون عن اقتناع وهواية بل لأنك مجبر على ذلك ننتقل إلى برج السرطان المائي فهناك أمر ما يتطلب منك الاهتمام والتركيز من اليوم فصعداً وعليك أن تستغل طاقتك الحالية فالوقت مناسب للبدء في جديد أو خوض مشروع جديد مهنياً يوم إيجابي مميز يقدم لك مشروعاً مهماً وتخطط لسفر أو تقوم به أو يقدم لك عرضاً مهانياً يجعلك مرتاحاً للأوضاع وتشعر بسيطرة أكبر على أعمالك عاطفياً حاول أن تنظر إلى محاسن الحبيب وإيجابيته وتمسك بها وكن متسامحاً معه إلى أقصحت صحياً برج السرطان تفائل دائماً بالخير ولا تفسح الطريق أمام اليأس ليتسلل إلى نفسيتك منكمل مع برج الأسد اليوم قد تتغير دائرة أصدقائك وبشكل أسرع مما تخيلت فيبتعد أشخاص ويقترب آخرون لكن ركز في المستقبل ولا تنظر إلى الخلف فلا تنغمس في الحنين للماضي متناسياً ما يحدث في الحاضر مهنياً حماستك الزائدة للوقوف إلى جانب الآخرين لن تورتك في مواجهات لكن تمهل فهذا أفضل عاطفياً إزداء النصائح قد يكون نافعاً لكن العمل بموجبها يفرد عليك قيود لم تكن تتوقعها صحياً برج الأسد ابحث جيداً عن الأسباب التي تجعلك في حالة قلق دائم قد يكون ذلك في العمل أو في العلاقة بالمحيط منكمل مع برج السادس برج العضراء اليوم إن كنت تعمل على أمر يتطلب البحث والتعمق فاليوم مناسب لهذا وقد تكتشف تفاصيل جديدة وغير متوقعة خذ فترة تراحة على مدار اليوم بين حين وآخر ولا تخاطر بإجهاد نفسك مهنياً تعامل بإيجابية وابتسم للأقدار تدخل مرحلة أكثر وعد وأقل ضغط وقد تعقد اتفاق مهني عاطفياً راعي شعور الحبيب فهو يبادلك الحب والاهتمام واصغي إلى حدسك وقلبك ولا تكن بارد صحياً برج العضراء إذا أمعنت في تناول الأكل بكثرة فقد تصاب مشاكل في الجهاز الهضمي ننتقل لبرج الميزان اليوم تجد نفسك ترغب أن تحصل على المال وفي نفس الوقت ترغب في قضاء بعض الوقت في المنزل بجوار أسرتك أيها الميزان عبر عن ما يجور بصدرك لبعض الأصدقاء وسوف تجد المساعدة التي ترغب فيها لا تخجل من البوحي بما تشعر به مهنياً لا تتردد في التعبير عن وجهة نظرك مهما كلفك ذلك وفي النهاية لابد من أن تتوضح الصورة فتنال حقك من العمل عاطفياً يجب أن تتحل بالصبر وعدم إيطالة الخلافات مع الشريك ولسيما في الأيام المقبلة صحياً برج الميزان مشاعر وإنفعالات ووضع صحي يجب الاعتناء به تبدو مفعماً بالنشاط ومليئاً بالتفاؤل وصلنا لبرج العقرب اليوم يا مولود العقرب تجد أن حلمك أمامك ولكن هناك عائق كبير يمنعك لذا انظر في اتجاه واحد ولا تشتت نفسك بالنظر في كافة الاتجاهات كن واضحاً مهنياً يوم مناسب جداً للأقدام على خطوات جريئة في العمل كن مختلفاً ودعم خاوفك جانباً عاطفياً يجب تخصيص هذا اليوم للشريك حتى لو أجبرك الأمر على إلغاء بعض الارتباطات الاجتماعية أو غيرها صحياً برج العقرب يعدك هذا اليوم بوضع صحي ممتاز ينسيك كل ما كنت تعانيه عزيزي برج القوس تسير في رأسك اليوم أكثر من موضوع ويدور في اتجاهات مختلفة لهذا عليك أن تنتبه إلى أنه كلما تصرفت بشكل أسرع كلما قلت ردود الأفعال مهنياً يوم ناري بامتياز يعطيك القدرة على التفاعل مع الآخرين بطريقة جيدة جداً ويقدم لك المساعدات والتعاطف تنجح معظم اتصالاتك في تحديد المسار المنشود عاطفياً كن صريحاً مع الشريك لأن القدر دولاب فقد تنقلب الأمور عليك وتجد نفسك عاجزاً عن تحمل ردود فعله صحياً برج القوس إذا أحسنت التصرف وعرفت كيف تريح نفسك أبعدت عنك الإصابة بالتشنجات ننتقل برج الجدي تحتاج اليوم للمزيد من المتابعة فالوضع مثالي لإيجاد الحلقة المفقودة وأن لا تترك الآخرين أن يقرروا مصيرك وتحل بمزيد من العدوانية مهنياً يحمل إليك هذا اليوم بشرى صارة وهدية من القدر وقد تعرف خبراً مهماً وتدخل مشروعاً مميزاً عاطفياً يجب أن تقلب السلبيات إلى إيجابيات في علاقتك بالشريك إذا كنت ترغب في المصالحة معه صحياً برج الجدي يجب أن تعيد النظر في وضعك الصحي وضبط أعصابك والتخفيف من حد التوترك بعض الشيء وصلنا لبرج الدلو اليوم يعتقد أنه لا يستحق الحظوظ السعيدة أيها الدلو لا تقلل من شأن قدراتك وخاصة في هذا الوقت فقد اقتربت مما تريد وإن تعقد أمراً ما فهي مجرد مشكلة وليست النهاية مهنياً تكبر الأحلام والأمان ويتحقق الكثير منها أمنية واحدة على الأقل ستحصل عليها وهي الأهم فتفرح عاطفياً تجد نفسك واضحاً في قراراتك وحاسماً تجاه المواقف مع الشريك وتتمتع بالجرأة التي تسمح لك بنقاش موضوع شائق بهدوء وموضوعية صحياً أيها الدلو لا تفقد برودة أعصابك وتجنب الإرهاق قدر الإمكان نختم مع برج الحوت المائي الذي يتمتع بطاقة رحانية وإيمان كبيرين بل وينجذب إلى من يرسمون الابتسام على وجهه وعليك أن تستمتع قدر المستطاع حتى لا تقع في فخ الاكتئاب مهنياً لا تستسلم عند أول اختبار فالحياة فيها الكثير من المطبات والبقاء فيها لصاحب الإرادة الأقوى عاطفياً كن هادئاً إذا أمكن ولا تحاول فرد آرائك ولا داعي إلى تذكيرك بأن هذا اليوم يحمل خلافات ونقاشات صعبة صحيح برج الحوت أنت كسول بعد الشيء وتحب الأطعمة الدسمة وهذا ما يسبب لك اضطرابات معاوية وسوء هضم مستمعينا هدي كانت كل معلوماتنا لليوم من عالم الفلك دايماً اتبعوني عبر إذاعة أمراجو على 105.5 أف أم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة